كانت كأي لاعب تعرف زمان الشوارع كان متاحة أول إيه كنت تلعب كرة وكان بيطلع فينا النجوم من الحتة دي فأنا كنت محظوظ لأنني كنت من حالة عباسية كان بيسكن يعني لو بطلعت 3-4 أسماء ممكن الناس بتنذكرهمش كابتن عالكريم سقر كابتن محمد الجندي ضيزوي سلام أسليم كابتن صابر وكان فيه تحدي من خلال كرة الشراب على فكرة كنت بيه في جون لا والله أصلا أصلا كنت بيه في جون جون كويس أنا رحت من الجون لناس زمالك لعيب يعني كان النجوم دي كان بتجيب كابتن سامير قد كابتن عبد المصحي كابتن الشازلي مصطفى رياض محمود حسن كل الناس اللي كانت حريفة كان بتيجي تلعب شراب وكنت أنا بقى في جون سواء كسبت أو خسرت فأنا كنت صغير فكانوا بيشجقوني بالكوبات الشابة حليب اللي هي أيوة دي قصة دي حسن ناسا هتكلم فيها لبقتي بقى أنا كنت حابب أن أكون حارس بس لما كابتن صابر شافني وأنا بلعب وجهني اتجاه تاني خالص أنا ألعب وكنت بلعب ومجرأت عشان كنت سريع فروحت ناعد الزمالك أول يوم أو تاني يوم أنا رجعت يعني مش هربت خفت لأن كانت الأجسام كبيرة جدا وحريفة جدا للمستوى اللي أنا دخلت فيه حسنت أن أنت بعيد عنه كجسم قدائي ولكن هو أقنعني أن الجسم قدائي في السرعة ممكن يعمل كذا ويفيد فروحت لعبت دخلت طبعا على جيل أصدقاء عمري أحمد عبد الحليب ومحمد سعيد ومحمود ومحمد شريف وإحمد موز ناس كثير جدا منهم منكمل زي أحمد وحسين قضية ومحمد سعيد ومحمود فوزي والله رحمه عبد الرحيم محمد واللي باقي خديت جهات تانية أخرى يعني فأنا كنت من الناس المحظوظة اللي لعبت في الجيل ده فبعد كده تدركت روحت لكابتن زاكي عصمان الله أرحمه فقعد يقول لي أنت بتلعب منجرايت أو جناح أيمن تبقى أنك لما لعبك يمين وتتقدم وتهاجم ومنها تلعت الظهير العصري أو الظهير المهاجم أيا كان الناس تسمى تدركت لفرق الناشئين إلى أن توقفت عند أعتقد 16 أو 17 السنة كابتن محمد حسن حلمي زمورة أيوة أني كنت يعني كان عندي حاجات كان هما شايفينها فيها أن أنا كنت ممكن أن تكون في الفرير الأول فبعد ما لعبت سنة 75 74-75 الفرير الأول كانت نحن في البسطان كان أول مباركة المحلة وكسبنا محلة واحد سيف في أستاذ الكاهرة وجاب الجنة أبو الكرامات مهرة أبو الكرامات ومن هنا تدركت والعبت بقى في الفرير الأول ورحت منتخب مصر لغاية ما اعتزلت سنة 86 المسيرة حفلة حققت كان بطولة معنزة منك ثلاثة كاس اتنين دوري تطبع أنت بتتكلم في حاجة ممكن أن يكون عند زهايمة بس إن شاء الله تكون إيه بعد كده حتى لما دربته ده مرحلة تانية جديدة جميلة أو بالنسبة لأننساها لكن حقا أنا كنا أول جيل ناخد بطولة أفريقيا سنة 84 طبعا دي أهم حاجة كان معنى بقى أجيال العظيم جيل يعني يبدأ من عاد المأمور الله رحمه أبو يوسف سعيد الجدي كابتن محمود سعد أو دكتور محمود سعد طبعا أيمن يونس شام يكن بدر حامد أحمد عبد الحليم مجدي شلبي كوارش الله رحمه جمال عبد الحميد طري ليحيا كابتن عبد الواحي كابتن حسن حضرنا بس هو بطل 83 بطل 83 اللي كان معانا من كابتن فروغ جعفر 84 80 حتى هو استلم الكاس وكان آخر مباراة شود الباكليفت بتاعكم كان في صبر المنيوي كان بادر حامد وكان هشام ياكن دائما بيلعب هشام كان بيلعب سردباك ويلعب بقرية الساعات ويلعب باكليفت وساعات الناس يمكن مش عارف أن أيمان يونس كان بيلعب باكليفت لا والله كمان لكن كابتن حسنش حتى بالتحديد كان جامد أبو جلعب جامد شوف أقولك شي كابتن حسن شهاتا كابتن حسن شهاتا كابتن حسن شهاتا اللي ما شافوش لما كان في الكويت لما كان في الكويت كان جبار جبار وخدح سلاع في أسيا طبعا دي عروف كان معاه كابتن طال رحمه كابتن ميرجا محمد علي لكن لما جاء نقول من اللي متعنا في الكرة أقولك حسن شهاتا ومحمود الخطير لا والله دول بث كابتن عبي زعب شافي كمهاري أبو وحتة مني بصراحة أنا محبه جدا والأول ماتش لعبته وقال له زمالك لعبته عليه وطبعا كانش يحب حد يلعب جامد كان يوقد يزعب بس بس إحنا كنا أصحاب يعني لكن إصاباته كثير هو مش بالطبع أنت مش قاصد لكن هو بالطبع أنت مدافع فأنت اتكاكاتك وممكن يجي مدرب أجنبي ولا تخش جامد بس كورة ما كناش بنأذي لكن هو كان كثير الإصابة وده الإصاباته كثير يكمل كثير في الملاعب زي الخطيب الآن دلوقتي بيعاني وعنات الكابتن محمد الخطيب دلوقتي بسبب إصاباته هو بلعب هي الكورتزون الكورتزون أعشاني محبش يقعد عايز يلعب عايز يلعب